وينضم إلينا الآن من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البديري لعلك أحمد تابعت كلمة ملادينوف ولعل الجزء المهم فيها أن هناك نزع لروح الحوار وتوصيف دقيق للوضع الآن للأزمة ما هي الخطوة التالية بخطة الأمم المتحدة لدى ملادينوف؟ هل وضحت الصورة عن الخطوات القادمة؟ لا يوجد خطوة، هذه هي الخطة الخاصة بالأمم المتحدة لا يوجد هناك تحمل مسؤولية ملادينوف كان واضحا عندما قال بأن عمليا الأمم المتحدة لا تريد ولا يوجد لديها أي إمكانية حقيقية وذلك لملء الفراغ سواء كان ذلك بحل السلطة الفلسطينية أو بقيام إسرائيل بتحميل الأمم المتحدة المسؤولية الخاصة بمناطق الضفة الغربية وبالتالي الأمم المتحدة تقول إلى هنا وفقط نحن علينا أن نتحمل أولئك اللاجئين من عام 48 وكالة الأونر وهي تتحمل مسؤولية ولكن لن ندخل ولن نقتحم ولن نحمل أنفسنا بالمزيد من ذلك وبالتالي موقف ملادينوف كان مشابها لموقف جوتير شلفي تحدث أمس أيضا ولكن هنا أيضا يتابعون وباهتمام تلك الكلمة التي من المتوقع أن يتحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول موضوع ما يسمى بعملية الضم يقولون في إسرائيل على سبيل المثال بأنهم بدأوا الآن يتراجعون عن فكرة أن يكون الضم يشمل مناطق الأغوار ومناطق الضفة الغربية وعدد من المستوطنات المعزولة ولكن بدأوا يتحدثون بشكل أكثر واقعية هناك ضغوط دولية عربية أوروبية روسية صينية وبالتالي فأنا من الأجدى أن تكون هذه العملية تدريجية وجسلية قال أن هذه الإتراءات الأحدية وخطط ضم مرفوضة قالها بشكل واضح وربما كان هذا يعني إنعكاس لما تقوله أنت المبدأ عند الأمم المتحدة مرفوض لأنه مخالف للقانون الدولي ولكن بالتفصيل فأنا يعتبرون بأن تهديد السلطة الفلسطينية وتحديدا موضوع بأن الضم سواء كان كبيرا أو كان صغيرا فهو المبدأ واحد واليوم تحدث محمود الهباش وهو مستشار الرئيس الفلسطيني الذي قال بكل وضوح بأن أي عملية ضم ولو كانت لسنتيمتر واحد هذا يساوي لعملية الضم لكل الضفة الغربية وبالتالي لا ننظر إلى المساحات ولا إلى الأجزاء ولكن ننظر إلى المنهج نفسه الجانب الإسرائيلي الآن بدأ يميل أكثر إلى فكرة أن يكون هناك فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات الموجودة في مدينة القدس وتحديدا منطقة معلي أدومين بسجات زيف جفعات زيف وما يسمى بمنطقة إي واحد إذا تم فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة من وجهة النظر الإسرائيلية فأن ذلك يكون مرضيا للمستوطنين ولكن من وجهة النظر الفلسطينية هذا يعني بأنهم قاموا بفرض السيادة الإسرائيلية على أكثر من سنتيمتر واحد ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الجميع يرى تحديدا الملاقبين الإسرائيليين بأن هناك ضوء أخضر أمريكي لضم شيء وإن كان صغيرا ولكن المنهج ما زال موجودا حسب التسريبات التي فهمناها بأن الجانب الأمريكي تحديدا ترامب يريد أن يتحدث بالإيمانيات بعلاقة الشعب اليهودي بأرض المعاد وبالتالي يقناع الناخبين الأمريكيين من الوسط الديني في النقطة الأخيرة هو أعرب عن أملي في عودة الفلسطينيين والإسرائيليين لطاولة المفاوضات وهذه جملة نسمعها كثيرا من أي نقطة ربما أراد أو تريد الأمم المتحدة أن تعود المفاوضات؟ الأمم المتحدة تتعامل بطقيقة القانون الدولي تتعامل بنص القانون الدولي وهي لا تتعامل مع التغيرات السياسية التي هي تحضف على الأرض سلبا أو إجابا وبالتالي فإن موقف الأمم المتحدة الواضح بأن الحل الوحيد للصراع العرب الإسرائيلي هو العودة إلى المفاوضات والسلك السياسي هو الحل الوحيد لأن في الأمم المتحدة وتحدثت مع كبار المستشارين لمنذهم قبل قليل وسألت حول هذه المسألة قال بأنه في نهاية المطافة الأمم المتحدة تعلم بأنه لن يكون هناك مفاوضات قريبة ولن يكون هناك أمليئات من قبل الجانب الأمريكي على الجانب الفلسطيني ولكن الأمم المتحدة ترى بأن البديل لأي عملية غير العملية السياسية ودائرة جديدة من العلف وقال غوتيريش أمس بأن الشرق الأوسط لا يمكن له أن يتحمل حربا جديدة في المنطقة من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البديري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك